اشتركوا في القناة على منتخب بليبيا 2-1 في اللحظات الأخيرة ونقدر نقول المكسب ده هيقدر يطلع المنتخب من عنق الزجاجة لأن التعادل ده كان كفيل بخروج المنتخب وتضاقل أي فرصة في التأهل من التصفيات الإفريقية في هذه النتائج إذن منتخب الشباب تحت قيادة ميكيلي حتى الآن في الثواني الأخيرة من المباراة مازال متقدم على ليبيا 2-1 في المقابل منتخب الناشئين تحت 17 سنة بقيادة كابتن أحمد الكاس متأخر بهدف مقابل هدفين لصالح منتخب تونس واللي دلوقتي انتهى الشوت الأول وفي انتظار بإذن الله انتلاق الشوت التالي ويقدر منتخب 17 سنة مع الكابتن أحمد الجاس يتدارك النتيجة ويقدر يتعدل ويتقدم لأن المكسب كمان في هذا اللقاء هام جدا لمنتخب الناشئين لذلك هدخل كده على طول في نتائج هذه المباراة مع الأستاذ عبد المنعم فاهمي ناقد الرياضي ومدير تحرير الأهرام الرياضي أستاذ عبد المنعم من نور الدنيا وصعدها بوجودك معنا على شاشة قناة الأهل نورك يا محمد أخبارك إيه؟ الحمد لله برئيس كله تمام؟ الحمد لله رأيك كيف نتائج دي؟ نتمنى تنتهي المباراة لسه شغالة منتخب الشباب لسه؟ يعني في الجهة الثالثة من الوضع بدل الضائر بص أنا شايف أن المنتخبات الناشئين في مصر خلال المباراة الأخيرة تحديدا في البطولتين اللي بنلعب فيهم اللي البطولة بتاعت بلعب فيها فريق أحمد الكاس والفريق وبتاع ميكالي مش أحسن حاجة يعني الدنيا مش متزبطة الدنيا مش وردية بالنسبة للبراعم اللي هي طالعة المفروض تكون نواء للمنتخب الوطني أنا إحساسي أن إحنا عندنا أحسن من كده عندنا مفروض وعندنا لعبين أحسن من كده بكتير أو المدير بص ده حديدا أنا ميكالي حاس أنه مش موفق إحساسي أنه مش موفق ليه يعني مش هو ميكالي بتاع المنتخب الأولمبي مش هو ميكالي اللي عنده الحلول مش هو ميكالي اللي بيحفظ لعبته مش هو ميكالي اللي بيخلي اللعيب مختلف تماما واسلوبه مختلف وأداءه مختلف بيطور من الأداء وطلع عليك خمس ست لعيبة بلعبه مع منتخب حسن حسن مش هو ميكالي ده الأمور لسه مش واضحة مع المنتخب في التفاصيل الدقيقة والتفاصيل الفنية يمكن عشان لسه جاي ممكن لكن في النهاية خلي بالحضر لك المدرب الجيد واللي بيقدر يحط ييده على تفاصيل دقيقة في أوقات ما هو مدرب أجنبي ليه أنا جاي مدرب أجنبي ليه وليه خليه مستمر عنده قدرة على أنه يلهم لعبته قدرة على أنه يطور في أداء لعبته لأنه أنت ماسك منتخب ناشئين عشان تطور فيه عشان تدي خبراتك للعيبة دي ويظهر في الملعب أنا المتشاطة أني شفتها للمنتخب بتاع ميكالي مع الأسف ما كانش فيه ولا حاجة منديل حسيت أنهما اللعبة مش عارفة توقف اللعبة مش عارفة تباصي بالشكل السليم ممكن مع طوال المباريات مع طوال البطولات مع إدأه لكاس الأمم الدنيا هتبقى مختلفة تماما لكن أنا البدايات ما عجبتنيش نهائي مع منتخب ميكالي حسيت أن الأمور مش على ما يرام وده يخلينا نخش في قضية تانية سريعا أن إحنا قطاعات الناشئين عندنا في الأندية المصرية محتاجة إلى عادة نظر مش عادة نظر بس انسف حمامك القديم وضع شروط وضع قوانين وضع أسس ولواح لأن الأساس تكون هذه القطاعات نواة مهمة للأندية بدلا من الشراء والإصراف في الشراء القطاعات الناشئين في الأندية لازم تكون نواة للأندية ومفرخها للأندية بدلا من يعني الناس بتخش الأندية والاختبارات والكلام ده وتعالي في الممارسات بتحصل في الاختبارات والفلوس والتسنين والفضايا الكترة جدا دي بتخلينا في الآخر نشوف نتاج سيء للمنتخبات لما توصل للمراحل اللي هي بتلعب فيها على المستوى الدولي مع الأسف المكسب ده بيدي حظوظ بنسبة معينة للمنتخب لأنه برضو أنا سمعت تصراحات لميكالي أنا جاي وألولي أن مصر ممكن تنظم البطولة فهل الإحساس ده بيخليك حتى داخل الأسفيات وأنت مش مهتم كلمة ألولي دي صعب ألولي 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 ولا ألولو لا ألولو ألولو لأنه طالما ألولو يبقى كلام مش رسمي فأكيد اللي بيقولي الكلام دي يكون على قدر المسئولية وفي نفس التوقيت هو مدير الفني مفروض رجل عنده خبرة بالمصريين وعنده خبرة بالتعامل مع الشارع المصري قبل ما يكون مع المسئول المصريين فعارف أنه بيعمل إيه فبالتالي هذه الوعود ينحيها جاربا ويخليه في الواقع اللي قدامه أهم حاجة هو أنا عندي فريق وعندي لعيبة واختيارات ولعيبة محتاجة سقلم بشكل معين يعني كان هو النتاج السيئة دي بسبب أنهم قالوا له ولا النتاج السيئة دي بسبب أنه لسه ما وصلش للتوليفة المناسبة لسه ما وصلش للخطط الفنية المناسبة معرفش لسه ممكن أن تلعبته لأنه خلي بالحضرات الناشئين دولا العمار الناشئين وسنهم متقلب ممكن تلاعب تلاعب في يوم في القمة والتاني يوم تلاعب مش في مستوى خالص فعشان كده إحنا محتاجين مديرين فنيين يكونوا قادرين على سياسة إزاي أطلع أفضل حاجة من الناشئ وأسسه صح هو كم قرر هو مصنف أصلا خلي بالحضرات ده هو تخصص ناشئين ونجح مع الناشئين واخد بطولة واخد الميدالية الأولمبية مع البرازيل فراجل مصنف وعمل معنا نتاج كويسة جدا وطلع عليك 5-6 لعيبة ولكن قرر تعيينه في اللحظة دي تكمن أهم وأخطر القرارات اللي ممكن تؤثر على مرحلة هذا المنتخب لأن الجيل ده كان بقاله سنة كاملة شغال مع الكابتن واررياض فجأة جبت جهاز أجنبي بقارئة ميكالي كنت ممكن تستنى بعد التصفيات أو يخش مع الجهاز الفني ويبدأ يتعامل لكن تشيلي الجهاز الفني ودي الجهاز الفني كانت مرحلة قطيرة جدا ده عندنا حاجة اسمع عدم الاستقرار ممكن واحد بيسمع الكلام واحد بيسمعش الكلام لكن هل عندنا عقدة در الخواجة زي ما احنا عارفين الخواجة بالنسبة للمدير الفن الأجنبي والقصر في المنتخبات سمعا وطاع عليهم في كل حاجة وبالتالي هو ليه سابقة كويسة جدا في تدريب المنتخبات المصرية فبالتالي هو موجود والتفاوض معه تم على هذا الأساس فبالتالي سكنوه في الحتة الفلونية يعني هو خلي بالحضرتك تحس انه خلاص خليك معنا وحشوف لك منتخب تضرب وكان الضحية مين الضحية وائل رياض شيتوس مع الأسف الشديد بس خلي بالحضرتك برضو يعني تأهلوا واسترار المباراة بالنتيجة دي زي ما حالك قلت انا شايف انه ممكن تكون بداية جيدة لي او بداية تكون مش جيدة بداية لي انه يعمل حاجة كويسة جدا مع المنتخب ونتمنى انه بمسك السيني ده يبقى معاه لفترة كبيرة جدا ما يجيش بعد كده اللي هجيين في المسؤولة الكرة المصرية ولا ممكن حد يقيله في أي وقت ما انتعارف احنا احسن ناس بتقيل المديرين الفنيين لاهداف مش اهداف مكتوبة ومرسومة ومعروفة وخطط معروفة لا حد يبون كيل لمجرد سمعي الكلام مرة ما سمعشي الكلام مرة ممكن نقيله وكن نمشي ممكن يعني عن نتيجة مباراة نتيجة مباراتين والكلام ده معناش خطط طويلة الأمد في مديرين فنين في أوروبا مستمرين بعض عشر سنين وخماشهر السنة في مديرين فنين في المنتخبات الناشئين أنا كنت في يعني الشيء بالشيء واسكار كنت في السويد فحضرت دورة ناشئين حوالي عشرين فريق جايبين لهم أساطير وأفضل اللاعبين القدامى ومسكينهم للناشئين عشان خاطر يطلعوا أفضل ما عندهم احنا عندنا احنا عندنا الواحد لسه معتزل لسه معتزل وبيمسك أي فريق ويدربوا يلا شد حيلك طيب ده بالنسبة للناشئين والشباب المنتخب الأول تعادل في مباراتين رأس الأخضر وبتسوان هو تآهل كده كده خلاص بس مبارات بيحاول يدخل عناصر جديدة بيشوف توليفة جديدة تقييمك لتجربة حسام حسن في العشر مبارات اللي تلعبت منذ أن تولى المسؤولية خلينا بس أصحح معلومة انه الناس بتقولوا انه لا حقق رقم قياسي لا هو محققش رقم قياسي بعدم الهزيمة فيه على ما اعتقد فيه مديرين فنين حققوا النتائج دي حسن شحات عملها قبل كده على ما اعتقد وهكتور كوبر نفس الحكاية 2008 حسن شحات 2017 هكتور كوبر و2021 حسام البدري ثم كارلوس كيروش ومخسروش خالص بس احنا مخسروش خالص في التصفيات بس هو عدد النقاط ممكن يكون أقل شوية مع الثلاثة اللي فاتوا دول انه ما وحقق 14 نقطة لكن في النهاية خلينا اقول لك اني انا نفسي من الكابتن حسام حسن يعني ما يتكلمش كتير بأمانة جديدة يعني انه هو بيفتح موضوعات كتيرة بسبب له مشاكل وبسبب له أزمات في التصريحات اللي هي قبل المباريات اللي هي قبل المباريات وما بعد المباريات ليه انت مدير الفني مسؤول عن الأمور الفنية عندك أمور سلبية سواء متعلقة بملاعب سواء متعلقة باستداد سواء متعلقة بجماهير دي انت تتكلم فيها مع المسؤولين الجمهور مش هيقول لك حاجة انت بتعرض مشاكلك في مؤتمراتك الصحفية سواء قبل المباريات وبعض المباريات معنى هذا ايه معنى انه هو عنده هذين مشكلات وما فيش حد عارف حل هالو او هو معرضهاش او ما تحلتش اساسا ودي مشكلة كبيرة فبيضطر يروح لإعلام فبيضطر يروح للإعلام طب الإعلام هيعمل لك ايه هو قال مباريح جملتين يعني اوجمل كتير جدا تيجي تفسرها وتيجي تبصلها تقول يعني هو بيقول انا كان نفسي ألعب في القناة والعب في استاد المحلة والعب في ملاعب تانية بعيدة عن القاهرة فجئت لما قالي استاد المحلة في ملاعب سازمين عم صحيح في ملاعب معتمدة من اول بالظبط هو قال كده هو قال كده هو جاي عايز يعتمد المحلة كان بعيد من لقى هو كان عشان الجماهير هو مشكلته كلها في الجماهير طيب هو الأساس الناس بتقول ليه الجمهور مش ملتف مع حسام حسن أي حاجة أي حاجة محتاجة تضبيط لازم المدير الفني في بداياته في بداية أنه يمسك المنتخب أو يمسك المنتخبات لازم هو يكون فيه تجاوب ما بينه وبين الإعلام تجاوب ما بينه وبينه الجمهور يحسس الجمهور أنه هو منتخب مصر رقم واحد أكيد لكن الناس بتبعد ليه لأنه بتشوف كلام مش مظبوط كلام مش حلو كلام مش يعني مش مش في مكانه بيتكلم حاجات كتير جدا تلميحات وتلميحات وحيرا تصريحات يعني ليه التلميحات وليه التصريحات يعني إبراهيم حسن يقول لك أنا ما ضمتش فلان طيب ما تقول أسماء أنا ما ضمتش فلان عشان خاطر دي رسالة لي طيب الرسالة دي بينك وبينه ليه ما يكونش ما بينه وبينه تليفون يا فلان أنت مستواك مش مش كويس وأرجوك أحس من مستواك لأنك إنت بالنسبالي القائد الجيد والبارع اللي بيقدر يخلي اللي معاه يحبه حتى لو مش محتاجه أنا مش أحتاجك النهاردة أحتاجك بكرة مظبوط فبالتالي أنا لازم يكون كل اللعيبة خمسين لعيب أو ستين لعيب نواب النسبالي ما أخسرش حد فيهم أجيب النهاردة أفة مثلا بتاع أمب اللي جبته المباراة ومشيته أو ما خدتوش تاني أقوله المرحلة دي مش بتاعتك أنت محتاج مرحلة تانية محمد الشام اللي تخدته ثلاثة أربع مرات وما لعبته وما لعبتهوش والكلام ده نفسي الحكاية أجيب مثلا أفشى أنا لعبتك عشان طريقة اللعبة مختلفة وما لعب كذا حجيبك يبقى فيه تواصل ما بينه وبين اللعيبة هذا التواصل هيخلي اللعيب حتى لقي نفسه مش بره إحدى القوائم هيبقى مبسوط يبقى عارف المرحلة دي مش بتاعته وعارف أنه هيخضه يوم من الأيام لأنه في اللعيبة ممكن يوم في الضالع ويوم في النازل فبالتالي وكمان لازم هنحل أمور الشخصية اللي هي بتخليني ما استفدش ببعض العناصر يعني خلي أقولك على مفاكة عمر جابر من أحسن اللعيبة الموجودين في الدورة المصري وبيلعب بشكل كويس وبارع في حتة الناحية اللي أمنا ليه ما بيخدوش علشان مشكلة بينه بين حسام حسن طب أقولك على حاجة على الجانب الآخر ممكن يقولك إيه إتقال إنك هتفي مشكلة مثلا بينه بينه بين عمر كمان عبد الواحد المعسقر الأخير وعمر كمان عبد الواحد موجود الخلاف اللي حصل ما بين عمر كمان وبين حسام حسن لا يصل إلى مستوى الخلاف اللي حصل مش هتكلم طبعا أنا مش هقول الكواليس خلاف فني يجري الخلاف الأخير لا مش خلاف فني خلاف إجرائي خلاف إجرائي حاجة حصلت كده لما كان مدير فني في بيراميز وحصل مشاكل كبيرة فبالتالي شايل هالو خلاص إنت جيت مدير فن المنتخب المصري يبقى لازم أنا خلاص الدنيا اختلفت تماما أنا لما أكون مدير فن المنتخب المصري غير لما أكون مدير فني لفريق معين كل الناس دي تحت أمري وتحت طوعي أجيب كل الناس أجيبهم في الوقت اللي أنا عايزه وما أسمعش كلام من واحد يقول لي إيه ده أنا ممكن موديش لعبة للمنتخب إزاي يعني طلقت التصريح بلدها الشديد جدا وسمعتها مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وأقول لك على حاجة أنا كان نفسي أنا كن موجود وأقول له يعني هو يعني ماتش ودي ولا مباراة رسمية للمنتخب اللعب نفسه اللعب نفسه هيفضل يلعب للمنتخب ولا هيلعب ماتش ودي اللي قال كده هو هو نفس الشخص من كم شهر قال لك دكة المنتخب أهم من مليون نادي يا فندم وهو كان مسؤول كمان هو كان مسؤول في المنتخب الوطني سينين طويلة وكان عناصر من نادي الأهلي موجودة في المنتخب أكتر عناصر كان موجودة في النادي الأهلي كان من المنتخب يعني انت كنت فين يعني خلي بالحضرك مشكلتنا إن احنا بننسى أو لا 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 مش ننسى بس أو لا خلينا طبع صحي اللفظ نتناسى نتناسى قصة إن أنا كنت مسؤول في يوم الأيام وفي بوزيشا معين وجيت لقيت نفسي في حاجة تانية خالص فغير قناعاتي ناس ما تنساش هو نفس الشخص نفسه من كم شهر على وقعة المنتخب اللي قال لك دكة المنتخب أهم من مليون نادي دلوقتي على فكرة دي حقيقة طبعا دلوقتي يقول لك مش هنودي نهارده مصطفى شوبر نهارده عمل تغريدة حلوة قيل فيها يا جماعة أنا بقيت دول حلو قوي جميلة جدا لعب دولي يعني إيه اللاعب دولي يعني دفعت عنوال منتخب مصري يعني أنت زي الجندي في الميدان يعني أنت خلاص تصنفت دوليا لما تيجي تعتزل أو يجي يتقال عنك اللاعب الدولي ناس بتتمنى هذه الكلمة أنا ما منفعش واحد مسؤول في نادي يقول لك أنا إيه أنا مش عايز أودّي اللاعبة بتاعت المنتخب وهو طالب بهذا الكلام في مجلس إدارة أقول الإدارة دي هتوفق على كده يعني أنا مستغرب بصراحة ومندهش أهل لأنه بصراحة كلام غريب جدا هل تتوقع تناول إعلام للموضوع ده؟ بالمقرنة بيناول إعلام للموضوعات؟ لا 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 لأنه كلام يعني أصغر منه يتم تداوله بصراحة لأنه اللاعبة نفسها مش هترضى اللاعبة نفسها لما تلاقي نفسها عندها استدعاء لأنه أتكلم على انتماءات البعض لما بيجي تناول موضوعات تخص الأهلي بيعمل موضوع من لا موضوع ممكن في واقع زي دي في ناس مكتب من نفسها مش شايفه؟ طيب والأهلي ضحب كتير في أوقات كتير جدا بلعبة راحت مع المنتخب وأظن في كاس عالم كاس عالم إفريقيا كاس عالم للأندية لما سابه في أول مباراة واللي كسبها كمان وقتها كل ألك الوطنية يا جماعة والأهلي عصلا ساب اللعبة بص هذه القضية لا جدالة ولا نقاشة فيها وليه تكلم فيها يبقى محتاج شوية تنظيم في أفكاره عشان خاطر طالع الكلام صح طيب عايز أولك خبر كويس الحمد لله منتخب الشباب يكسب ليبيا حلو اتنين واحد حلو يعني مكسب عايز أولكم عنق زجاجة لمنتخبنا لأن النتيجة سلبية أو تعادل إيجابي أو خسارة معناك تبقى الحصوص بالنسبة لمنتخبنا صعبة جدا خلي بالك ما هو كده ما لازم يكمل كمان يعني مش الفوس بس وخلاص ما أكيد فيه مش فيه مكشات تاري را عايز أولك ليبيا دي آخر الفرق في نتائج التصفيات حلو ما لازم تبرده تكامل مع تونس عشان هو بياخده أول وتاني مش كده طيب هلازم تكامل مع تونس لازم تلعب ماتش كويس وتفوس كمان عشان خطر يبقى لك فرصة أن تتاخد تاني تلحق المركز التاني بالزبط لأنه خالبك أنت لو خرجت على ملعبك وعلى أرضك وشكلها مش حلو بخصوة معمين أنت جايب خلي بالك ما هو مشكلة كبيرة أنك أنت جايب واحد بحجم ميكالي والدولارات اللي بياخدها هو بياخد بالمصر لارب الدولار لا بالدولار طبعا طيب بالدولار في مدربين بابا فازيلي بياخد في مصر بالمصر على فكرة يعني في مدربين فنين مشتعدين يدربوا في مصر حتى لو أجانب بياخدوا بالمصر خلينا أقول لك أنه بداية كويسة جدا ممكن تكون حط إيده على النقاط المهمة أنا شفتش المباراة لكن الفوز ده معناه أنه بدأ المنتخب يحط إيده على أضعف فرق التصفيات لأنه خد بالك المقرات الصدارة مش شرط مش شرط ليه؟ لأن المباراة دي المكسب نفسه بيحفزك في المباراة التانية حتى لو أنت كنت بتلاعب فريق ضعيف فالمكسب نفسه كنت محتاج مكسب تكسر حدة التعادلات والخسائر اللي حصلت لك وبالتالي المتش اللي جاي تدخله ويكون عندك فرص إلا ما يكون عندك فرص غير ما يكونش عندك فرص فعندك دافعية وعندك قابلة أنك تكسب وده شيء مهم جدا بداية فلتكن هذه المباراة بداية لمكالي وننسى المتشات اللي فاتت دي نتمنى نتمنى بإذن الله عموما ده أمر متعلق بمشاركة المنتخبات سواء المنتخب الأول أو الشباب أو الناشئين ومع بعض كده بالتأكيد عن تابع نتائج منتخب الناشئين تحت 17 سنة يبقى حاليا مع منتخب تونس وشروط الأول كان انتهى بتقدم تونس 2-1 أروح بقى معاك للشأن المحلي الدوري راجع والدوري راجع يعني نبدأ نشوف بقى المتشات اللي جاية مع الاتحاد سكنداري هتخش على دور الأبطال ومش يبقى فيه راحة الفترة جاء أول توقف دولي لسه في شهر مارس على ما تفكر في موضوع الدوري راجع لأن دي أكيد فيها تفصيلة كبيرة جدا نهرج إلى فاصل ثم نواصل بعد الفاصل ننتقل لملف الدوري العام واستئناف الدوري بالأسبوع الثالث يوم الجمعة المقبل مباراة الأهلي والاتحاد السكنداري ماتش صعب جدا أستاذ منعم فتتكلم الأهلي 6 نقاط الاتحاد 6 نقاط الدوري ده أشبه مباراة الكاس ده أو أنت اللي عندك الماتش ده أعتبر ماتش بين الاتنين متصدرين بين الأهلي متصدر والاتحاد متصدر الناس اللي جابت 6 نقاط فأول مبارتين وعندك تجربة جديدة مع بابا فاسيليو في الاتحاد الأمور ماشية تمام الجمهور مبسوط بس جمهور الأهلي عارف أكيد أنه آخر فوز للاتحاد السكنداري على الأهلي كان 2018 على ما أعتقد وكان على أستاذ السلام وفاز الاتحاد 4-3 نحس أن مباراة دي شو بلعت دي بقى لها 6 سنين لم يفوز الاتحاد السكنداري على الأهلي كان ماشية كلها معظمها فوز وتعادل وحيد على ما أعتقد وده يؤكد يعني أكيد ما يفوز مع الاتحاد بس مع كل الأندية المصرية الأهلي فارق بشكل كبير والسنة دي بدايات الدوري كلها تؤكد أن الناس كلها حسة بقيمة المباريات اللي قلت حاسة بقيمة الدوري واختلافه حاسة بقيمة دور واحد ولازم أبقى يا فوق يا تحت عاملة ربكة بالنسبة الناس كتير جدا مخليها كل الفرق بتعمل كل ما تستطيع من أجل أنها تكسب يعني النقطة دي بالنسبة لهم بقت خسارة ثلاث نقاط فده يؤكد أن الدوري السنة دي يكون مختلف وأتمنى أن الدوري ده لو أثبت نجاحه في السنة الاستثنائتين دول يكمل لأنه بصراحة أنا حسه دوري مختلف مبدع جدا ما أنت مش مدي فرصة للتعويض خالص داخل 17 مدش دوري منظم وعارف معاده إمتى وعندك جدولك بتاعاته تحسب على جدولك وجايمه شكل منظم وثلاثة يام وراء بعض وثلاث متشاط في نفس اليوم متشير ممكن في نفس التوقيت لا بصراحة أنا مستمتع جدا بس نفس بقدر هذا التنظيم نفسه أشوف مباريات يعني حلوة ملاعب كويسة جدا أشوف التصوير بشكل مختلف لسه الأمور يعني الوعود اللي احنا اتقلت لنا في بداية الدوري لسه ما ظهرتش بالشكل المناسب لكن في النهاية خلينا أقولك أن البداية مختلفة على السنوات اللي فاتت وتؤكد أن المنافسة هتكون ضارية ضارية خلال الأسابيع اللي جاية الأهلي فايق الأهلي عامل ستايل كويس بالنسبة لجمهوره أنا بحس أن الأهلي بيعجبني في حاجة حلوة أن أنا بشوف المباراة في بداية خالص الأهلي النهاردة كويس الأهلي النهاردة نص ونص أهلي إيه وحش بس رغبة الفوز موجودة ودي سمة موجودة كل العاش وشجع الأهلي من زي حالاتنا العواجز كده يعرفوا أن رغبة الأهلي دايما تبقى موجودة في كل الأجيال عشان كده النهاردة في واحد بيتكلم بيقولك أن الأهلي بياخد شخصيته من مديره الفني كلمة استفزتني كلمة استفزتني يعني إيه بياخد شخصيته من مدير الفني ده بالعكس ده الأهلي هو بيفرض شخصيته على المدير الفني الأهلي هو اللي يصنع المدربين الأهلي لو أي مش عايزين أنه قلل من بالعكس الأهلي قيمة كبيرة وأي مدير الفني بيمسك الأهلي والأهلي يرى جدير بهذا المكان بيصنع منه نجم والأسماء موجودة وكبيرة يعني الريال عايز تقول لي أن الريال بكل المديرين الفنيين اللي جمب بكل اختلافات شخصياتهم بكل اختلافات طرق لعبهم هم اللي صنعوا الريال المديرين الفنيين ولا العكس الصحيح لا مع الأسف كلام يعني كلام يعني هو مش مجال رد بس الاستفزاز ده هو اللي بتتكلم أساسا صاحب تجارب على المستوى الفني فاشلة جدا مع الأسف الشديد يعني فده الشيء بالشيء يسكر فخلينا أقول لك أن المباراة هتكون مهمة جدا مباراة على القمة مباراة بين مديرين فنيين أجنبيين مدير فني يعني واحد عايش في مصر بفاصيله ده يعتبر عايش في مصر يعتبر مصر زينا في كل حاجة وفاهم ووعي وعارف عقلية الجمهور المصر وعقلية اللاعب المصري ايه فأكيد وتجاربه كويسة جدا مع واخيرهم المحلة والبنك الأهلي فبالتالي أنا شايف مباراةكم مهمة جدا بغض النظر بقى عن عن الاختلافات الفنية اللي ممكن الأهلي يقابلها في المباراة دي يعني أنا حاس أنك أنت ممكن تقول لي عندك مثلا وسام أبو علي هيلعب ولا مش هيلعب أكيد مش هيلعب طبعا بنسبة كبيرة يعني الجهاز الفني ممكن يفضل يريحه مطش للاتحاد لكن فكرة الإشاعة الأخيرة اللي هتتعمل النهاردة أو تتعمل دلوقتي هتحسن مسألة بقى إمكانية أنه يلحق مطش أستاذ أبيتجان بس هو دي أنا ما مش هيلعب صعب يلعب يوم لله لكن أنا عايز أكد لحضراتكم تاني وأستاذ ملعب كواس نتكلم في الجزية دي ما فيش حاجة في الرجبة يا جماعة كدمة الرجبة والكلام اللي اجتغلت لتال دا للأسف البعض مشت القدم على ما عطقت صح؟ مشت القدم مشت القدم زي ما قلنا مبارح وانفرضنا مبارح في برنامج الترند الإصابة في مشت القدم والحمد لله كمان من الإشعاعات الأولية ده مين؟ ده وسام أبو علي ده أحد أفضل مهاجمين لجوم في مصر خلال السنوات الأخيرة ده مش أي حد يعني عايز أقول لك مثلا الإشعاعات اللي بتصادف في الناد الأهلي خلال الساعات الأخيرة والأيام الأخيرة إنه خمسة ستة مشهين من عنده يعني هو الأهل اللي حيوافق إنه يمشي حد من عنده لا طبع هل الأهل يعني اللعب نفسه اللعب نفسه بلاش الأهل رايح في العالم هيفكر إنه يمشي من ناد الأهلي ده لعبة مؤعظم اللعبة اللي في أفريقيا أو اللعبة اللي هي مصنفة نفسه ملعبوا في الأهل اللي هم مش هيشاركوا في كاس عالم لندية نفسه ملعبوا في الأهل إنه هم ده كاس عالم جدعين ومش أي كاس عالم ده كاس عالم بشكل مختلف وبستهيل مختلف وبزخم مختلف وفلوس مختلفة وتنظيم مختلف الدنيا مختلفة تماما طبعا بتكلم كويس إنك فتحت معي الموضوع ده يلا ليه بقى؟ ليه؟ سوشيال ميديا النهارده ومنصات المواقع الرياضية كتبت تفاصيل مهمة جدا ليه علاقة باللي قاله دلوقتي أستاذ عبد المنعين فاهمي لأنه هنبدأ مع بعض نشوف اللي الكتب في منصات المواقع الرياضية على الفيسبوك وعلى منصة إكس هنبدأ معاك مثلا بحساب الوطن سبورت نبدأ حساب الوطن سبورت على منصة إكس قال الأهلي يرفض رحيل قدامنا هوا على الشاشة الأهلي يرفض عروض رحيل خمس نجوم في يناير خمس نجوم مرة واحدة خمس نجوم في يناير وتقال لك إيه إن فيه عروض جات مثلا لمين أنت بتتكلم على إمام عشور وهو سام أبو علي وأحمد نبيل كوك ومراونا عطية وحسين الشحاد خمس لعيبة جالهم عروض أنا بقول لك الخمسة مفيش عروض رسمية بس أنا كنت لسه أقول لك اللبس حكاية أو لو فيه عروض رسمية أكيد الأهلي هينقشها أكيد الأهلي يبص فيها الأول وش بقديني عاملة إزاي ما أخلي بالك أخلي بالك في حاجة برضو مهمة هو أنا لو جالي لعب مثلا جالي بعشرين مليون دولار هرفض لا طبعا رقم زي ده ما ترفضش مثلا عشر مليون دولار تمانية مليون دولار بالعكس أرقام دي مهمة جدا أنا ممكن بلاء برقم زي ده أجيب أحسن لعب أجيب لعب بديل واثنين وكمان وثلاثة نفس الحكاية لك في النهاية إنك تقول لي جملة جملة خمس لعبة مرة واحدة يمشوا من نادي الأهلي في التوقيت ده نا وخمسة منهم يعني كوكا سواني بس جالوا حاجة كده سواني بس نادي أخلي واحدة واحدة هو يناير جي لا لسه قدام ما قد إيه حوالي 40 يوم أو 50 أو 40 يوم شمانة دلوقتي يعني هو حتى اللي هيقدم العرض هيقدمه دلوقتي قبلها ب40 يوم ولا يستنى لما ييجي مثلا شهر يناير ويتناقش وشوف الناس اللي عودة تنتهي وقدر يمضي في يناير اللعيبة اللي عندها استدادة تمشي اللعيبة اللي عندها المدير الفني مش عايزها ولكن احنا بتسبق عشان بص هيوافش في يناير انت عارف القصة دي كويس وانا عارفها كويس الشغل الترند وشغل بقى المكاسب بس مش الترند بتاعنا لأ مش الترند بتاعنا وشغل بقى السوشيال ميديا وشغل ازاي اكسب من الخبر وازاي الخبر يجيب لي فلوس وازاي مشكلة كبيرة جدا بخلينا نقول اي حاجة وتفتح الخبر العنوان تلاقي المتن مختلف تماما عن الخبر تلاقي ازمات كتيرة جدا دي محتاجة مع الاسف الشديد يعني جمهور واعي جمهور فاهم بيعرف بيقرأ ايه وعارف بيقرأ ايه ويعرف ايه المصدر بالنسبة له وعارف ينتقل اخبار اللي ممكن يكون فيها ناس بتصحة بيعرف الصحة اللي فيه وعرف الخطأ اللي فيها الجمهور ده دلوقتي مش كله عارف كل حاجة يعني جمهور لا خلاص بقى تعلم وفيش كلام ده بتاع زمان الجمهور الخبر يتقاله الدم وتصدق فيش كلام طيب تعال نشوف مع بعض برضو حساب كورا بلس على منصة اكس وهنا خبر متعلق بواحد من نجمنا المحترفين في الدورات الاوروبية واللي برضو الناس ربطت امكانية انتقاله لأحد الانداء الى النادي الاهلي وهو اصلا عنده عرض من لستر سيتي يعني كورا بلس بيقولك حقيقة مفاوضات لستر سيتي اللي ضمه مصطفى محمد في الانتقالات القادمة مصطفى بيلعب في نانت عامل مصطفى متميز مارتن جلوفر رئيس الاسكاوتينج والمسؤول عن التعاقدات في لستر قال نعرف مصطفى محمد بشكل ايجابي بنرأبه بشكل فعلي ضمن اللاعبين اللي بنرغب في التعاقد معهم لكن لا يوجد اكثر من ذلك في الوقت الحالي تصرحات منطقية ولكن في وسط التصرحات دي كان دايما الناس بتتكلم على فكرة اصل الاهلي بيفكر في مصطفى محمد خلي بالك ما هو برضو ارتباط اسم النادي الاهلي باسم اللاعبة بيعليها يعني حتى لو اسمه عالي هو حتى لو في نادي كبير بيعليها اكتر انت بتكلم فهو الاهلي الاهلي عمل مشكلة عمل مشكلة مشكلة حلوة مشكلة وحشية مشكلة لذيذة ماتيقلقش الاهلي اسم برندة عالمي اسم كبير مش بجامله يعني عشان رفقنات النادي الاهلي بالعكس اسم كبير الناس كلها عارفها الناس كلها عارفت قيمة النادي الاهلي بمشاركاته المستمرة في إفريقيا مشاركاته في كاس العالم للأندية بوجوده في محافة الدولية كبيرة جدا فخلى كل الناس بتنظر إليه فبالطالع ارتباط اسم النادي الأهلي بلاعب معين ده نجح لللاعب ونجح للنادي يعني لما اسم زي ده مصطفى محمد اسم كبير في طريقه إلى العالمية لو في بعض الأمور تزبطت معاه اسم كبير ارتباط اسمه بالنادي الأهلي مش عادي جدا بالنسبة لأن النادي الأهلي يمكن يفوت أي حد لو شايفه في إمكانياته المادية وإمكانياته الفنية وقدراته الفنية مناسبة لنادي الأهلي وقدراته المادية مناسبة لنادي المشكلة ايه الأزمة بس رح أصد أن الدوليات يتكلم على عروض في الدورة الإنجليزية ولعب قيمته التسويقية وصلت مثلا لسبع مليون ده هو نفسه مش عادي هل ممكن أبقى مقتنع أن خبر زي دا يجي حقتنع واختنع عشان يضرب عشان يضرب عشان يبقى عندي خبر حلو جدا أو عشان رئيسه يرضى عنه وإن هو جاب له حاجة في السوشيال ميديا جاب له جاب له فلوس جاب له 20 جنيه 30 جنيه من خبر وراء خبر يبقى حاجة كويسة جدا طيب حساب اليوم السابع على منصة اكس النهاردة كانوا مهتمين يتكلموا على أشرف داري ومدى جهازية أشرف داري ليه خلال الفترة اللي جاية تعرف على موعد انتظام أشرف داري في تدريبات الآلي وقالوا أن أشرف داري بيواصل تدريباته التأهلية للتعافي من الإصابة بالتوقف للأنكل والجهاز الطب رفض الاستعجال في الدفع به في المباريات والتدريبات وإحنا قلنا الكلام ده على مدار الأيام اللي فاتت ولكن ممكن هيكون متاح للتدريبات الجمعية أول ديسمدر عارف مشكلة أشرف داري إيه؟ إن اللي بتكلم حوالي كتير يعني أنا بصراحة هو خارج الناد الأهلي هو من خا... يعني الأمر هذا الأمر خارج الناد الأهلي لكن هو من داخل أسرة مين؟ أسرة أشرف داري المفروض هو لسه معرفش يعني نظام الناد الأهلي ونتقل الناد الأهلي إيه؟ فكل حد بيطلبه في مدخلة بيدخل يتكلم ويتكلم 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 فبيتكلم كتير جدا وينفي ويتكلم نعم؟ ما يتكلم؟ لا مش يقلل فيه إعلام ممكن ياخده لتفاصيل تانية؟ ما يتكلمش خالص أساسا يعني تفاصيل الإصابات والحاجات دي يسيبها للجهاز الطبي للناد الأهلي لأنه هو المعني والمسؤول الأول في الحديث عن كل تفصيلة خاصة بلعبته أنت بالنسبة لحضرتك شكرا جزيلا أنت عايز ابنك يبقى مستوى يرجع لمستوى تاني ما فيش إصابات عايز يرجع المتخب المغربي تاني يبقى خليك أنت خلي تصريحاتك دي في نطاق السرية التامة عشان خاطر لما يتم تدول أي أخبار عن شرف داري يبقى يتم تدولها بالشكل المناسب اللي بتخرج من نادي الأهلي وده أفضل للعب وأفضل لأسرته كمان عشان يكمل في نادي الأهلي إنه مشروع لعب كويس جدا هو الأهلي جايبوا ليه؟ هو الأهلي جايبوا يبقى بالتالي يعني حتى يكون زي يحيى عاطيت الله شوف الراجل يعني بداياته أي نعم يعني ممكن تكون ماتش اللي هو السوبر الإفريقي غلطيته كان لس أول مبارا في الموسنى بص أنا أحب اللاعب اللي استفيد من خطأه يعني أنا قلت فاكر اللاعب اللي يجهل الزمالك الوردي زكريا الوردي والخطأ اللي بصال بعدها شوف يعتزل يعني كنت خايف على يحيى عاطيته الله أن يحصل له كده لكن في النهاية أصبح يعني حسيته أنه بيمتلك عقلية جيدة جدا والأهلي قدر يحتويه والمدرس اللي هو فيها وفي التالي الأمر شوفته أنت عندك دولاتي لعيب بيشوت الضربات الحرة وكأنها ركلات جزاء أنا أول ركلة بتيجي ركلة حرة خارج منطقة الجزاء بأعطيه ركلة جزاء بالنسبة لي بالنسبة لي حيى عاطيته الله ودي ميزة كبيرة جدا من أهم مميزاته يا رب إن شاء الله إن شاء الله أختم معك بسؤال قبل مروح للمشاركات وسؤالي الحلقة النهاردة مجلس المهندس هنا يا بريدة اللي ممكن يكون بتسكية رسمية في الاجتماع اللي جايهم عشر اتناشر تنتظر منهم إيه مش ممكن ده خلاص يعني تبقى للهوية طيب تنتظر منهم إيه ومتفائل ولا بما إنك راجل نقض رياضي وقريب جدا من المشهد ده شايفوا إزاي والله بص سريعا جدا أنا العناصر اللي موجودة معها على دماغي مفروق أنا الوحيد اللي عرفه فيهم اللي أقول السادة إيه ناس مظهر بحكم علاقتنا يعني في الشغل مع بعض في الأهرام وكده وهي إنسانة جميلة ومحترمة لكن خلينا أقولك أن العناصر الموجودة أنا معرفش هيعملوا إيه فين العناصر فعلا المفروض اللي هم لعب كورة حتى لو أنت هتجيب لجنة تانية لكن لا في عنصر لازم يكون فاعل وأساسي موجود هل شرط يكون فيه لعب كورة؟ آه لأنك صاحب قرار خلي بالك صاحب قرار رسمي يا عدر أقول عدر أتكلم فين الحكم اللي كان ممكن أجيبه هو طبعا خلي بالها حدرك من الحاجات اللي أنت تنفرد بها دايما هو طبعا عصام عبد الفتاح يرجع مرة تانية رئيس اللجنة ده شيء أساسي ياسر عبد الرقوف هيقدم من استقالته أكيد طبعا بس أنا أقولك اللي جاي خبير أجنبي في حاجة محمد الناس مش واخدى بالا منها الكورة المصرية أو التحكم المصري لا يحتاج إلى خبير أجنبي ليرأس اللجنة للتطوير إنه محتاج رئيس مصري موجود معه ده يطور وده يحق معقول الخبير الأجنبي حيعرف أسماء خمس تلاف حكم مستحيل ما ده اللي أخطأ فيه كانت مشكلة بريرا ومشكلة كراتنبرج وإحنا عايزين خبير يطور ورئيس مصري هو اللي يمسك المنظومة فاهمني؟ ده الأهم طيب تعالوا مع بعض بقى نشوف السؤال ونشوف رأي الناس على رأيهم في أدايا المنتخب والأدايا المنتخب في مطشب تسوانة والرأس الأخضر وهلي الناس متفائلة بأدايا المنتخب في الفترة الأخيرة مع الكابتن حسام حسن ولا لا؟ هنتناول مع بعض بعض التعليقات للجناهير تمام أحمد أبو بقار بيقول أداء متفاوت لوجود عناصر جديدة والقادم أفضل بسرعة مع بعض نشوف التعليقات الثانية محمد بيقول أداء عشوائي جدا كأنهم مباراتين وديتين وده سبب التغييرات في التشكيل وإحساس اللي عمين بأنهم مباراتين ليس لهم أي تأثير لأن المنتخب حسم الصعود جمال بيقول للأسف نتائج غير مرضية إزاي على أرضنا ووسط جمهورنا ونتعادل أحمد بيقول أداء فن متوسط المستوى بسبب تجاهل الجمهور لحضور المباريات هدى بتقول تحياتي لحضرتك والأداء كان جيد إلى حد ما لأنك بتلعب وعارف أنك وصلت فتلعب بأريحية أتمنى في المباريات القادمة نشوف أداء أفضل من كده عبد الله شكرا كابتن حسان حسن وبقية الجهاز المنتخب المصري في طور البناء والأهم بإذن الله تعالى الوصول لكأس العالم يعني في تفاوض في الأراء ما بين الجماهير السيد سمعيم نورتني وشرفتني وسعيد بوجودك معنا وإطلال فيها تفاصيل وأخبار ومعلومات إيجابية جدا شكرا لك شكرا لك حبيبي بالتوفي دايما بإذن الله في الختام بشكر حضراتكم بالتأكيد على حسن المتابعة والمشاهدة فقرة حوارية مهمة جدا تناولنا فيها المتاح الكلام عن بعض القضايا الرياضية والأخبار المتعلقة بالنادي الآلي خلال الفترة القادمة غدا بإذن الله موعدنا مع الفقرة الأساسية كل يوم خميس فقرة التحكيم فقرة الفار اللي هيكون فيها مفاجأة من العيار الثقيل هنتكلم في تفاصيل واتضيف بإذن الله مفاجأة غدا عشان نفتح ملفات عديدة في ملف التحكيم وإلا حصل الفترة اللي فاتت وإزاي ممكن نتعلم الدرس عشان الفترة اللي جايب انتظرونا في فقرة الفار غدا في برنامج التريند شكرا لحضراتكم على حسن المتابعة والمشاهدة وغدا اللقاء جديد بيتجدد في برنامج التريند اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة